أهلا بكم من جديد في أولى محطتنا لهذا الصباح ومع استمرار المتخفضات الجوية خاصة الأخيرة وحالة الطوارئ التي أعلنها الدفاع المدني نقدم اليوم نصائح من الدفاع المدني وكيفية التعامل في حالة الطوارئ يسعدنا أن صديق طبعا مدير العلاقات العامة في الدفاع المدني الدنائل العز أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك صباح الخير يسعد صباحك وصباح كل أهلنا وأحبتنا متابعين تلفزيون الفلسطينية يسعدك يعني خلينا نحكي عن الحالة الطارئة في المدينة نحن نتحدث اليوم عن 59 تدخل لطوارئ الدفاع المدني ليس في مدينة رمالله وفي جميع المحافظات أغلب هذه الحوادث كانت تصريف مياه من منازل فتح شوارع نتيجة سقوط أشجار وآرمات إعلانية بفعل سرعة الرياح كان لدينا حادث سير في أريحة نتج عنه إصابتين طفيفة كان مجموعة حرائق ما بين منازل ومركبات وحافلة كل هذه الحوادث لم ينتج عنها الحمد لله إصابات سوى إصابتين في حادث السير 59 تدخل هي بالمقارنة مع منخفضات ماضية ليس عدد كبير إذا وزعت على عدد المراكز في الضفة الغربية 49 مركز بمعنى أن بعض المراكز لم تتعامل مع هذا المنخفض هذا يعكس نقطتين همتين أولا وعي المواطن وتكيفه مع رسالة الدفاع المدني الثانية تداول وسائل الإعلام وتبنيها وتقاسمها مسؤولية رفع الوعي المجتمعي حتى تنخفض نسب الحوادث وما ينتج عنها من إصابات وفيات كان لدينا حادث مؤسف بالأمس في نابلس نتيجة سقوط طفل في أحد تجمعات المياه وتوفي الطفل نتيجة الغرق وتم إعلان عن وفاته في أحد المشافة الطبية التي نقل عليها من خلال مركبات الهيال الأحمر هذه مجمل تدخلات خلال المنخفض الجوي كما ذكرت لك هناك تكيف مع رسالة الدفاع المدني فيما يتعلق بتبني إرشاداته المختلفة لتخفيض نسبة الحوادث وما ينتج عنها كيف تحس أن هذه الإرشادات التي تقدموها سواء عبر وسائل الإعلام أو سواء عبر صفحتكم على الفيسبوك يتأثر في المواطن وتصبح فيه واعي لتقل عدد الحوادث وحالات الغرق الممكن تصبح خصوصا في هذه المنخفضات الإعلام يتولى جانب كبير ولكن التوعية المجتمعية المتعلقة بإدارة التدريب 300 ألف مواطن كل عام الدفاع المدني يدرب في المدارس في المعاهد ربات المنازل أيضا تطبيق شروط السلام والوقاية من خلال توفير أنظمة الإطفاء أنظمة الإنذار المبكر وفرضها حسب قوة القانون إضافة إلى وسائل الإعلام المسألة تتقاسمها ثلاث جهات للوصول إلى استراتيجية الدفاع المدني أيضا الحوادث المتعلقة بالكهرباء أنت تعلم اليوم فنيي الكهرباء وشركة الكهرباء تفرض شروطا بمنح التيار الكهربائي أيضا هذا يساهم في تخفيض عدد الحوادث التي تنتج عن التماسي الكهربائي لدينا مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالغاز وترك الأطفال في المنازل هذه مشكلة لا نعلم كيف يمكن حلها لا يمكن الاعتماد على الطفل وتركه في المنزل سجلت طواقم الدفاع المدني خمسة حالات وفاة في العام 2018 أربعة منهم من الأطفال ومسن جميعها كانت بسبب الإهمال ترك مدفأة قريبة من الأطفال أثناء النوم عبث الأطفال في المنزل ترك مدفأة قريبة من مسن في المنزل جميعها كانت تتعلق بالإهمال هذا مسئولية علينا جميعا أن نصل إلى وعي المواطن لاتخاذ مجموعة قرارات تتعلق بسلوكه المباشر بحماية الفئات الأقل قدرة على التعامل في حالات المخاطر نعم خلينا نحكي كمان عن أهمية تثبيت الأشياء الممكن أنها تبطاير نتيجة الرياح السريعة نعم أنت تعلمي أن طبيعة المباني في فلسطين متباينة لدينا الحجر، لدينا البطون، لدينا الواحل الزينكو، الحظائر لدينا بيوت تبنى من الكرميد هناك تباين في طبيعة البناء ويجب أن يدرك كل صاحب مبنى وكل منشأة ما هي المخاطر الناتجة عن هذا النوع من المباني كما ذكرت تثبيت كل ما هو عرض للتطاير نحن نتحدث عن أكثر أشكال هذا النوع هو الأرمات الإعلانية والاستثمار في قطاع التصويق يجب أن يضع مخاطر سرعة الرياح في الاعتبار اليوم الهندسة تحل أي مشكلة إذا أردت أن تركب أرمى إعلانية كبيرة تستشير مهندس كيفية مقاومة الرياح ما هي الأطوال، ما هي الارتفاعات، ما هي الأوزان كلها توضع في الاعتبار حتى لا يخسر هذا القطاع هذا الاستثمار الكبير في مجال التصويق نحن لا نتحدث عن مسألة وضعها وانتهى هذا استثمار حقيقي الفشل فيه يؤدي إلى خسارة وأيضا خسائر تتعلق بتطايرها على المواطنين حتى المحلات التجارية اللي بتكون حطة خارج المحلات على الأرصف خلينا نحكي أمور ممكن أنها تتطاير مثلا فيه الخزنات المياه، محل البيع خزنات المياه ممكن خزنات المياه هاي تطير خصوصا فارغة يعني نحن نتحدث عن سرعة رياح تصل هباتها إلى تسعين لمية كيلومتر في الساعة هذه يعني كوة هائلة لا تستطيع أي شيء أن يتحملها فبالتالي مهم جدا أنك تثبتها تثبيتها إما بالحبال أو تثبيتها بوضع المي للخزنات كما ذكرتي إذا لاحظت مخاطر إبلاغ الدفاع المدني مباشرة أنت لا تنتظر الحادث ولا تنتظر سقوطها مباشرة يتم إبلاغ الدفاع المدني بالأساس نحن نبحث عن حماية المواطن، حماية الأرواح وتخفيض نسبة المخاطر هي بالوقاية ومعالجة سريعة هي برصد المخاطر في حال أنه توقعنا أو احتمالية حدوثها يعني السيادة رأت كمان بالنسبة إحنا دائما بنحكي هاي النصائح دائما بنكررها ولكن لأهميتها يعني في كل لقاء يكون الدفاع المدني معنا حاضر ولكن أهمية كمان مش فقط اللي في البيوت حتى السائقين اللي على الطرقات أهمية أنه يتوخوا الحذر وما يستخدموا السرعة الزائدة لأنه هاي تؤدي لكوارث وخصوصاً في هذا الطائس الواحد لازم يكون سائق على مهله لأنه فيه تزحلق، فيه تدني دباب، تدني مدن رؤية إحنا منتمنى من كل سائق ولا نتحدث عن سائق العمومة ولا عن سائق مركبة خاصة نتحدث عن كل سائق المركبات، سواء الحافلة، الشاحنات الثقيلة، سائقي العمومي كل المركبات يجب أن تفحص مع بداية فصل الشتاء لتصبح قادرة على التكيف مع ظروف الطاكس وأيضاً القيادة المتأنية تساهم وتساعد في الحد من الحوادث أيضاً ترك مسافة أمان ما بين 6 إلى 8 ثواني بين المركبة والأخرى حتى لو استخدم المركبة الأمامك المكابح بشكل مفاجئ نتيجة هطول أمطار غزيرة أو نتيجة سقوط جسم بشكل مفاجئ لا تصطدم المركبات ببعضها البعض هذه نقطة هامة نحن لا نريد من السائق أن يتحول مرة واحدة إلى سلوك يتعلق بقيادة آمنة نحن نريد في فصل الشتاء أن يتبنى هذه الرسالة وأن يأخذها بمسؤولية وعم أحمل الجد وأن يدرك أن المركبة هي وسيلة تنقل وليست وسيلة تفريغ نفسي أو تفريغ غضب بعض الملاحظات التي أنا كشخص على المستوى الشخصي بلاحظها أنه أنت تكون ماشي بالشارع وما براعي أنه في تراكم للمياه في الشارع بيرشك في المياه هذا ممكن يخليك تكفز إلى مكان آخر ويشكل عليك خطورة أو تسقط فإحنا ما بدنا نكون فيه أنانية في قيادة المركبة وأنه أنت تتعامل مع أنك سائق مركبة ممكن تسويل بالدكية هذا الشارع هو ملك للجميع وكل واحد له مساحته الخاصة في هذا الشارع عشان نطلع من الشتاء بشكل آمن يفترض أن أنت تراعي كل عناصر الشارع للوصول إلى لازم المواطن أو السائق كمان أو السائقين يعني يلاحظوا أنه ما يسيروا أنه إذا الواحد ماشي فيه في هدوء خصوصا في هذا الفصل ومع تسيروا الناس اللي وراك يلا امشي اسرع فهذا ديش مهم كمان أنه كمان هذا يكون عندهم وعي أنه إحنا يعامي في تدني مدى للرؤية وفيه ضباب يعني إذا أنا سرعت ممكن أروح في كارثة يعني نعم حقيقة القيادة ليلا وفي ظل أمطار غزيرة وفي ظل تدني مستوى الرؤية من الأمطار أو الضباب السرعة الزائدة ستؤدي بنتيجة محققة أكيد هي حوادث السير ويعني أنا لا أستطيع أن أفرض هذا الشيء إلا من خلال القوانين التي تعلق بسلوك الشرطة وأداء الشرطة المميز من خلال وزارة النقل والمواصلات التي تضع كافة دوريات السلامة على الطرق من أجل متابعة هذه الحالات ولكن يبقى الجانب الأخلاقي الذي يتبنى الشخص من خلال تربية وسلوكه وفهمه لظروف الصائق الآخر هي ليست هواية وليست مسألة مرح هي وسيل التنقل هناك ساحات عامة هناك ساحات خاصة لرياض دريفتينج والسيارات الشوارع هي للتنقل لثلاث عناصر في الشارع المركبة والمارة والسائقين نعم خليني نحكي عن تجهيزاتكم لهذا الفصل في الدفاع المدني شو في خطط خليني نحكي رح تتبعوها للطوارئ خصوصا في حال حدوث لا سمح الله إطارة شو هي استعداداتكم نعم الدفاع المدني يدخل سنويا معدات مركبات جديدة هناك دائرة تخطيط تعمل مع المجتمع الدولي ومع الحكومة هناك قيادة الدفاع المدني على رأس اللواء الكنيوسف نصاري الذي يولي موضوع تطوير وبناء كدرات الدفاع المدني سواء بالمركبات أو المعدات والتدريبات حتى يستطيع الدفاع المدني أن يقدم خدمات تتعلق بحياة المواطنين في ألوقات الحارجة أيضا الدفاع المدني سنويا ينفذ عشرات المناورات التدريبية مع شركاء المختلفين سواء بيئة الإسعاف والشرطة والأمن الوطني أيضا مع البلديات وشركات القهرباء يفترض مجموعة سيناريوهات ويطبقها وهي تحاكي الواقع عندما ينفذ الدفاع المدني مناورة لإخلاء مجمع تجاري أو مستشفى هذا من المحتمل أن يحدث حادث ولكن أنت تصل إلى وعي المشاركين في هذا النوع من السيناريوهات والتدريبات لتوقع الأسوأ أيضا الدفاع المدني يعمل على رصد المخاطر من خلال إدارة الكوارث ويقيم هذه المخاطر ويراصل فيها كل الجهات الشركاء سواء كانت الحكم المحلي والبلديات حتى يتم معالجة هذه المخاطر سواء على المدى المتوسط أو القصير أو مع الحكومة على المستوى البعيد بمعنى أن مجموعة شوارع قد تتعرض إلى انهيارات أترباء أو تغلق نتيجة غمر المياه يتم دراسة هذه الحالة ومعرفة أسباب هذا الوضع سواء كان ضعف بنية تحتية أو كان متعلق بانهيار هذا المبنى أو انهيار هذا الشارع يتم المراسلة ويتم أخذ إجراءات تتعلق بخفض المخاطر في هذا الموضوع إذن نحن نتحدث عن سلوك محدد للدفاع المدني في قضية معينة نحن نعمل بشكل عام مع الشركاء لتخفيض نسب المخاطر وتقييم المخاطر في المجتمع وأيضا نعمل كمؤسسة على الاستجابة لمختلف الحواد لو نحكي كمان عن موضوع اللي هو الكهرباء وفي حال انقطاع الكهرباء كيف مفروض تتصرف المواطنين وحتى كمان انقطاع الهاتف كيف ممكن يتواصلوا مع الدفاع المدني نحن نتحدث عن الهواتف بالنسبة لأرقام الطوارئ 102 هي يعني تابعة على الرقم الأرضي الرقم الأرضي باستخدام الهواتف الجوال أو الهاتف الأرضي لا يوجد ارتباط بين الكهرباء والهاتف يعني يستطيع الشخص أنه يتصل في حال انقطاع الطيار الكهربائي من أكد على أنه الإبلاغ على الحوادث لا يتم عبر الإنترنت أو عبر صفحات الفيسبوك حفظ الرقم المجاني للدفاع المدني 100 للشرطة 102 للدفاع المدني و101 للأحمر هي أرقام طوارئ مهمة جدا في حال كان الشخص رصيد ومنتهي؟ أرقام مجانية حتى من جوال حتى بدون شريحة يعني في خاصية الاميرجنسي كول في الهواتف حتى أنه أنت لو ما في رصيد ولو ما في شريحة في الطوارئ بس المهم نحفظ الرقم حتى أنه تتصل على الرقم الصحيح وتحصل على نظام الاستجابة الفعال فيما يتعلق بين كطاع الطيار الكهربائي نحن ننصح باستخدام الشموع بالمطلق ولا تركها تشتعل ليلا لدينا عشرات الضحايا ذهبوا نتيجة الشمعة وما ينتج عنها من احتراق اليوم لدينا أضواء الليد لدينا أضواء الشحن في الأضواء صحيحة اللي بتشحنها طول الوقت نعم وهي رخيصة وغير مكلفة ولكن إذا اضطر الإنسان وهي طبعا نحن نحكي عن الكدرة الشرائية في عائلات محتاجة لا تستطيع شراء أي شيء فهي ممكن تستخدم الشمعة أن يضع في إناء إجزاز لا إناء إجزاز حتى لو سقطت الشمعة تسقط داخل الإناء ولا يكون هناك أي ضرر منها نتيجة سقوطها لدينا مجموعة حوادث تتعلق ببويلر تسخين الغاز الذي يعتمد على الغاز البعض يضعه داخل المنزل ويكون هناك اشتعال غير مكتمل وينتج عنه أول أكسيد الكربون لدينا حالات وفاة في هذا الموضوع نؤكد على أنه استخدام بويلر تسخين الغاز مباشرة إطفاء هذا الجهاز بعد استخدامه وأن يكون العادم خارج المنزل حتى لا يتسرب دخان أول أكسيد الكربون إلى المنزل بعض المواطنين يقرب المدافع ووسائل التدفئة من الستائر ومن الأشخاص النائمين للحفاظ على حياتهم بالتأكيد هذا يضرهم نحن نوصي بإخماد كل وسائل التدفئة قبل النوم وفتح مجرى هواء ميكانيكي بمعنى شباكين أو شباك وباب حتى يتضفق الهواء للغاية جديد الأكسجين لمنع الاختناقات كنت حابة بس أسأل عن صباط الكهرباء هل هذول كمان خطرين يعني ممكن يشكلوا حرائق ولا ممكن استخدامهم بطريقة حتى لو ضلت شغاله نحن نتحدث عن منظومة سلامة عامة شاملة لدينا هيئة المواصفات المقيس لا تسمح بإدخال أجهزة رديئة كل جهاز يتم شراءه لديه دليل إجراءات مانيول تستطيع أن ترى التشغيل وكيفية تشغيله ودرجات الأمان فيه كل شيء خطير إذا ما أخذ بالاعتبار مفاهيم السلامة العامة ضعي السلامة العامة أولا تصبح كل شيء في وضعها الآمن نحن نحكي عن شركاء الدفاع المدني فيه خاصة في المنخفضات نعم وكمان نحكي عن نقطة اللي هي عدم مبالغة المواطنين في حالة أي تبليغ ما يكون هالأدي مبالغ في التبليغ كمان الدفاع المدني يعني يعتبر هو مركز للجهد الوطني وليس في المواجهة أو في المقدم هو يركز جهد الشركاء لدينا البلديات لدينا شركات المنافع الاتصالات والكهرباء والإنترنت لدينا وكلاء الوزارات التربية والتعليم الصحة الأشغال العامة الحكم المحلي لدينا الشرطة والأمن الوطني الإسعاف اللي هي الأحمر المتطوعين النقابات نجتمع سنويا في إطار المجلس الأعلى للدفاع المدني نناقش خطط الدفاع المدني وخطط الشركاء نستمع إلى الاحتياجات ويستمع إلى احتياجات الدفاع المدني وخطط الدفاع المدني ولدينا مجموعة سيناريوهات كما ذكرت لك مشتركة في الميدان حتى يتفهم كل شريك دور الآخر وأن تصبح قضية التداخل في الصلاحيات وفي الأدوار مسألة منتهية خاصة عندما نعمل في الميدان معا ماذا تعمل الشرطة ما هو دور الشرطة ماذا يعمل الدفاع المدني ما دور الدفاع المدني لا يصبح هناك تداخل ولا يصبح تصابك لتحقيق الإنجاز الإنجاز الوحيد هو تخفيض الحوادث هو تخفيض عدد الضحايا هذا هو الإنجاز الحقيقي المسألة الثانية والمهمة هي الشركاء اليوم لديهم فرق طوارئ مجرد أن نستمع عن رفع حالة الاستعداد والجاهزية يتداعى المجلس سواء في غرف العمليات الفرعية أو في غرفة العمليات الطوارئ المركزية ويبدأ كل شريك بالتواصل من دور أو مستوى مركزي إلى دور محلي أن أقصد هنا في المحافظات وتبدأ عملية الاستجابة وتنظيم الاستجابة لمختلف الحوادث كما ذكرت لك لتحقيق الهدف الأساسي للدفاع المدني هو خفض عدد الحوادث وما ينتج عنها من وفيات سواء كانت وفيات أو إصابات نعم زي ما ذكرت الديالة أهمية أن المواطنين نفسهم أيضا هم شركاء أهمية أنهم لما يقوموا بالتبليغ عن أي حادثة ما يكون مبالغ فيها أو ما تكون كاذبة نوعا تمام نتحدث عن مثال بسيط عندما تحت الأمطار غزيرة على منطقة جغرافية يصبح لدينا عشرات المنازل وعشرات الحوادث في آن واحد وهذا يتطلب سرعة استجابة للمحاكم كل مواطن يشعر بأن قضيته هي أهم قضية صحيح ولكن الدفاع المدني لديه أولوية يستقبل كل البلاغات يضعها في جدول ويصنفها مباشرة درجة خطورة وما يؤثر على حياة المواطنين على ممتلكاتهم ويبدأ بعمليات الاستجابة يستجيب إلى مختلف الحوادث البعض يعتقد بأن الدفاع المدني لا يريد أن يستجيب لهذا الحادث نحن نؤكد على أن مكوث الطاقم لمدة ساعة أو ساعتين في تصريف مياه من منشأ أو من منزل بالتأكيد سيحجب الخدمة المستحقها في حوادث تتعلق بالحرائق أو حوادث السير وعلى هذه الاعتبارات يبدأ الدفاع المدني بالاستجابة لمختلف الحوادث البعض يقدم شكاوي ونحن نستمع إليها إذا كان هناك تقصير من الطاقم يتم محاسبة المقصرين وإذا كانت الشكوى كيدية نشرح للمواطن بأن هذا السلوك غير صحيح وغير دقيق وإذا كانت فيها إساءة للطاقم يتم اللجوء إلى النيابة العامة إذا كان المواطن غير متفهم لأدوارنا نشرح له عبر كل وسائل الإعلام اللي في الدفاع المدني اللي نستخدمها سواء بالتواصل المباشر أو من خلال الفيسبوك ونشرح للمواطن ويتفهم وبالتأكيد عندما يكون هناك تواصل بين الطرفين وفتح قنوات حوار يصبح هناك رضا لدى المواطن سيادة رأد لازم كمان يفرق المواطن أنه في بلغات ليست فقط من اختصاص الدفاع المدني ممكن تكون اختصاص بلدية نعم صحيح يعني إذا حدثت مثلا خلينا نحكي حريق ففضل أنك تتصلي على يعني التواقم للإطفاع طبعا نحن نتحدث عن فهم أوسع للمواطن وهو الوعي المجتمعي الوعي المجتمعي هو أن يصبح المواطن قادرا على وصف المحيط أن لا يتعامل فقط بمكانه أن يصف المحيط بمختلف جوانبه المحيط بمعنى البيئة ظروف السلامة العامة الظروف الاجتماعية الاقتصادية عندما يرتفع وعي المواطن إلى هذا المستوى يستطيع أن يشخص الحالة بشكل دقيق عندما نتحدث عن حوادث السير هو يجب أن يتصل على الدفاع المدني والهلال الأحمر ومن ثم على الشرطة إذا كان الحادث يستدعي تدخلا لفرق إطفاء وإنكاف هو يبدأ بالتشخيص عندما يكون هناك رصد لمخاطر سواء أعمدة كهرباء إلا للسقوط أو أرمات إعلانية هو لا يتصل على الشرطة هو يجب أن يتصل مباشرة على الدفاع المدني من أجل إبلاغهم بأنه هناك شيء قابل للسقوط أو آيل للسقوط هذه فكرة الوعي المجتمعي فنقطتك مهمة خاصة أن نتحدث عن شريك أساسي هو المواطن فإحنا كلما كان معي المواطن ملائم للأجواء كلما إحنا حصلنا كدفاع مدني على منفعه نعم شكرا إليك رائد نائل العزة مدير العقاة العامة في الدفاع المدني نشكركم على جهودكم الله يخليك شكرا مشاهدينا ننتقل لفاصل وبعدها مكملين فقراتنا ابقوا معنا شكرا شكرا